اشتركوا في القناة 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 هاي والارزاق اللي بوزعها حتى على الكون على النملة على الحشرة على الانسان على الدواب على كل هالخلق الكبير هذا اللي انتو شايفينه مين اللي بوزع الارزاق والله عز وجل وهذا يقين عند كل مؤمن انه ما في واحد بيقدر يلعب بالرزق ولا بيقدر يمد ايده على الرزق ولا بيقدر يتحكم في الرزق ولا بيقدر يزيد رزقه ولا بيقدر يقل الرزقه لانه رزقك مكتوب لك فهاي قاعدة بدي يجي واحد يقول لك لا هي الشطارة والذكاء طيب مين اللي من عليك بالذكاء ومين اللي من عليك بالشطارة ومين اللي فتح لك باب الرزق هاد ومين اللي ألهمك أنك كيف أنت تصل لمرحلة الرزق هاي هو الله عز وجل فهذا الجانب بتحطه على الجانب أما تقول لي والله بشطارتي وأنا قاعد قدام لمرأي بدي أصير غني بدي أصير غني بدي أصير غني كل يوم قدام لمرأي بدي أصير غني أنا بدي أصير غني فها صرت غني أنت لا يا حبيبي هو توفيق من الله الآن في ناس طبقت هذا له الشك وكتبت وهيك وماشي وصار فيه أنه أجاهم رزق ومكتوب لك أنه يجيك الرزق هل كل شهر بتكتب الشك بيجيك الرزق هل كل ما كتبت الشك بتلاقي هالأموال غطقت عليك طب ما فيش تحديد للوقت يعني هو وقت مفتوح من بداية الشهر لنهاية الشهر إيش طيب ما إلك أرزق بدها تجيك يعني لازم أربطها أنا أشرك بالله على طول الخط وحطها بالشك لا ما لهاش علاقة في الموضوع طيب الآن هذا الموضوع إليه رابط في الدين هسأ إحنا في الدين عنا بديننا وكل الدينات ما فيه قاعدة معروفة تفائل بالخير تجدوه وهي بصيغة الجمع تفائلوا بالخير تجدوه فهذا الأمر أول إيش إليه علاقة بالتفائل إنك أنت متفائل بإنه ربنا بده يرزقك واعتمدت على الله فيعني كنت يقينا من جوه متفائل إنه في لحظة رح ترزق فترزق ولكن مش بشك ومش بورقة مش بوقفت قدام المراي ومش بكرر أني أنا بدأ أصير ذكي أصير ذكي أصير ذكي بعدين بصير ذكي أنا هذا كل ياتهم ما إلو علاقة إلو علاقة بالإجتهاد طيب بيجي واحد بيقول لك لا أنت بتصف لنظرياتي يعني أنت جاي بس بدك تطلع في الفيديو هاد عشان تهاجم الناس هدول لأنهم بيحكوا بمحتوى يعني أنت بتفهمش فيه لا يعني أنا بفهم فيه أقول لكم أنه أين بفهم فيه أهل سأعطيكم الآن لما تيجي تكتب الشيك إيش أنت اللي جواك بيكون بتكون أميتك صح؟ أميتك تصير أميتك أنه يتحقق فهم بيقولوا لك لازم أنت تآمن بالشيك هاد تآمن بالشيك هاد وتآمن أنه رح تيجيك الرزقة وتكون على يقين تام أنه رح يكون الموضوع هاي فعشان ربنا يحقق لك إيش؟ أو عشان الكون يحقق لك إيش؟ مش ربنا هم عندهم هم عشان الكون يحقق لك إيش؟ يحقق لك أميتك الأماني أوكي؟ فباجي أنا بقولهم من وين أنا بعرف هذا اليقين في هاي المعلومة باجي بقول في القرآن الآن عندي هذا في ديني إيش في دليل عن هذا الموضوع؟ بعطيه بعارضه بدمج معاه بنافي أو بنفي خلينا نشوف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم يعني النبي حتى الأنبياء في لحظات تتمنى فمين اللي بلقيه في الأمني تاعته فإنتوا أنبياء هاي كمان وحده كمان وحده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم أعتقد أنه إذا أنت عندك آيات تثبت كلامك وعندك دليل أقوى من اللي أنا قلته مين اللي بلقي في الأماني ومين اللي بخليك تتمنى ومين اللي بخليك تعتقد هاي الأمور وإنتي بتكون فريسة لمين وبتضل بأي طريق وبتضيع في حبال الشرك وإنتي ما معك خبر فأعتقد أنه إنتي هيك يعرفت فاللي بده الأمور تكون مع الله بطلب الرزق من الله بسأل الله بكون يقينه في الله إنه رح يرزقه مش الكون اللي رح يرزقه مش العالم اللي رح يرزقه مش خزائن الكون رح تفتح وتغضق عليه وصير ملياردير وروح لي على اللي بحكوا هاي الفيديوهات شوف وضعهم بسترزقه من إيش بسترزق من لايك وكومنت وبسترزق من نصبه عليك إنه بده يعلمك ومن نصبه عليك إنه هو بده يعطيك المفاتيح وبعطيك وهم وانت بتعيش في الوهم وآخرش بتخسر فلوسك وبتخسر دينك بالأهم وبعدين بتعرفش انت ترجع لأنه خلاص من جرت رجلك في هذا طريق أسأل الله أني أكون وفقت بتوصيل المعلومة خلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا توقعاتنا اليوم السبت 27 ستة القمر ما زال موجود في العذراء لآخر يوم في منزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح أما تأثير القمر حكينا لما بكون موجود في العذراء تأثيره علينا كلنا منعود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما من نترك واردي ولا شاردي دون تفاحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا شوي بيلعب دور هام بالفترة هاي منشعر أنه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض مائلها وجود هاي الفترة ممتازة للتخلص من عداد سيئة كالتدخين أو شرب الكحول بوسعنا اقتناء حيوان أليف مطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم أول زاوية رح تكون زاوية تقابل سلبية بين القمر ونبتن رح تكون في تمام الساعة أربعة أو ستة وخمسين دقيقة صباحا تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش إلى في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيدا عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين الزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة عشرة وأربعة وعشرين دقيقة ظهرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية إيجابية برضو تثليث بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة عشرة وخمسين دقيقة ظهرا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة لخلو المسار طبعا رح يكون في خلو المسار في زاوية وفي خلو المسار الخلو المسار رح يكون بالغد مساء عشان رح نذكره هسا ورح نذكره في حلقة الغد خلو المسار رح يكون الساعة ثمانية ودقيقة بتوقيت جرينيتش مساء ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية وخمسة عشر دقيقة مساء يعني تقريبا أربعة عشر دقيقة كل خلو المسار وهذا بيعني أنه فترة الربع ساعة هاي ما بتصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبي أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بما أنه مدة بسيطة يعني قل اللي بدهم يكونوا يوقعوا في هاي الفترة أو يبدأوا بعملية خطوبي أو مراسم زواج أو أشياء زي هيك أما بالنسبة لزاوية التثليث اللي بدأت تصير هاي كلها رح نحكي عنها اللي هي أول إشي فيه زاوية زاوية التقابل سلبية بين القمر والمريخ هاي قبل خلو المسار وفيه زاوية اللي رح تصير بعد خلو المسار وانتهاء اللي هي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وزحل إن شاء الله بكرة رح نحكي عنهم أما بالنسبة لعمر القمر القمر اتجاه المربع يعني بلش يتجه بحجمه للمربع اللي هو نصف البدر ست أيام فيه تمام الساعة ثمانية وتسعة وتلاثين دقيقة صباحا بيصبح سبع أيام نسبة الإضاءة خمسة وتلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى تنين وعشرين سبعة المزاج منتحس القمر في العضراء حتى يوم سبعة وعشرين ستة المزاج سعيد عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم اتنعاش سبعة المزاج منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة المزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتنعاش تسعة المزاج ممتزج أورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتحس إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تشعر بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء نظم عملك بشكل جيد ما تهمل الواجبات حاذر التبذير ممكن تعالج مسائل مالية وتجد حلول لفواتير أو أنك تهتم بأمور الهلاقة بالفواتير المتوجبة عليك فعشان هيك الفترة هاي بتركز على أمرين بما أنه في البيت السادس ليلك على العمل وعلى الصحة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية نفسيتك أحسن مش مضبوط كثير يعني بتقدر تتجاوز السلبية مشحون الطاقة لإنجاز بعض الأعمال ولكن عندك تشويش بالفكر بالسبب أنه المريخ قاعد بتحرك للانتقال فبضغط على المستوى النفسي بشوش الفكر عندك بسوي مزاجك شوي في نوع من أنواع الحدية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو يعني تتحرك على مستوى الأمور المالية فممكن اليوم يعني تعزز بعض المسائل المالية أو الدعم المالي أو تهتم ببعض الفواتير أو الدفعات أو الالتزامات اللي ممكن تجدلها بعض المخارج أو بعض الحلول أما بالنسبة للبيت الثالث فهو إيجابي جدا فعشانيك ممكن تكثر عندك الاتصالات أو الحركة أو الحوارات اليوم عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص برضو عندك قدرة على الإقناع عالية جدا وممكن تنجح بعملية ترويجية لسلعة أو لفكرة معينة أهم إشي أنك أنت تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع ما زالت الأمور ضاغطة عليه فعشان هيك هذه زاوية تربيع مع بيتك يعني مع برجك فعشان هيك دائما الرابع بيكون سلب السلبي فيه أنه أول شي عندك الشمس موجودة والشمس منتحسة زي ما حكينا وبالمقابل حكينا عطارد موجود وبيتراجع فشو بيسوي هاد بعطيك اضطراب على مستوى البيت بعطيك بعض المشاكل المخفية بعض المشاحنات خلافات مع أحد أفراد العائلة نقاش حاد بيجي فجأة أعطال منزلية بتيجي برضو فجأة ولكن هي الأغلب دائما بتيجي على خلافات وسوء تفاهم أو قلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة يعني على المستوى العاطفي شوي مشحون بإيجابية بتعمل نوع من أنواع التقارب أو التعاطف مع الأحبة أو رغبة بالتواصل معهم إن كان مع الأحبة أو مع الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع الأجواء تقريبا نقدر نحكي جيدة بتدعمك على مستوى العاطفي أو التقارب مع الأزواج أو بين الأزواج هي روتينية ولكن أنه منعطيها صفة الجيدة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى تنظيم الالتزامات تنظيم الفواتير تنظيم الدفعات مراقبة الحسابات إيجاد حلول ومخارج آمنة لجدولة الالتزامات يعني كلها بتدعمك على هاي المستوى وبرضو على تحقيق المكاسب والأرباح أو دعم من أشخاص يعني أموال مش إلك بتحاول أنك أنت تحصل على دعم منهم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو فيها نوع من أنواع الضغط أو السلبية أو العصبية أو الحدية أو ردات فعل السلبية أو أخبار من خارج البلاد ممكن تضغطك صحيح عندك كثرة بالاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يكون لك اهتمامات نقاشات زي سياسة أو أبحاث أو تواصل مع أشخاص أو مشتريات من خارج البلاد ولكن بغلب على طابعك الحدية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء ضاغطة فعشان هيك ما نقول لك بالفترة هاي لا تشوه سمعتك ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تغامر ما تخالف القوانين ما توكل حقوق الخلق حاول أنك تركز بشكل جيد أول إشي وما تتأخر عن عملك وما تدخل بخلافات أو نزاعات ما بينك وبين أصدقائك أو زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء اللي هو بيتك 11 فأنا شايف أنه شوي بتحمل الفترة هاي نوع من أنواع يعني نوع من أنواع الإيجابية اللي بتحمل نوع من أنواع التواصل أو التقارب ما بينك وبين أصدقائك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تتفاجأ بتواصل أحد الأصدقاء وممكن أحد الأصدقاء يمدلك يد العون أو المساعدة بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا بيت المتاعب بما أنه المريخ موجود فيه وبتحرك باتجاه أنه بده يخرج معناته بقمة سلبيته حتى لو أنه كوكبك فعشان هيك من قولك لا تجهد حالك كثير بالأعمال ما تغامر بصحتك راقب صحتك بشكل جيد حاول أنك تهتم بغذاءك وراحتك إن شعرت بأشياء غير اعتيادية راجع طبيبك برج الثور بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك اثبت للمشككين طاقتك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجازات أهم شيء أنك الثابر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى النفسي بتلاقي اليوم أنت مشحون بطاقة إيجابية ونفسيتك أحسن وبرضو في عندك قدرة لإنجاز بعض المهام الجيدة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا يعني بحكي لك أنه ابتداء من اليوم بتبلش تشعر بأمور إلها علاقة بالأجواء المالية الداعمة فممكن الأشخاص اللي بيثابروا أو نشطين في مجال العمل إنهم اليوم يحصلوا بعض الأموال اللي بتجيهم إما من عمل إضافي أو دعم أو مساعدة أو هبات أو دفعات أو هدايا يعني فيه نوع من أنواع المكاسب المالية ولكن ما تخربها بزيادة المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث وهو الصعب هذا بعمل حدية دائما وتوتر وهذا مسؤول عن الجهاز العصبي فعشان هيك تجد أنه التوترات العصبية حتى الأمور اللي إلها علاقة بالكهرباء الدماغية أو أعصاب القلب أو نبضات القلب كلها هاي الأمور بالفترة هاي حتى التنفس القولون العصبي هاي كلها بيكون فيها نوع من أنواع الإضطراب صحيح إنه هو في بيت حليف لا إلك الشمس ولكن تراجع عطارد هو اللي بيجيب لك هاي الأشياء بيقلب مزاجك بيخليك عصبي بيعطل عليك بعض المسائل بيكون عندك يعني أثناء النقاش ما بتقدر تناقش ممكن يصير عندك تقلب أو عصبية أو تكون مش مستعد تعتمد على شطارتك فبيجيب لك شغلات ممكن تعمل نوع من أنواع الخلافات وخاصة بين الإخوة وبين الجيران يعني هاي زيادة المعلومة أهم شيء أثناء القيادة بدك تركز بشكل جيد وما تتهور خوفا من الحوادث أو الأشياء السلبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي ممكن أنت من خلال البيت اليوم يكون فيه نوع من أنواع التناغم أو التلاقي أو التقابل أو حل مشكلة بمنزلية أو اهتمام بترميمات مشتريات أشياء زي هيك أو حدث عائلي جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس الأجواء يعني تقريبا متقلبة ممكن تنضغط أو يكون عندك كثير من الأعباء أو الأعمال خلال هذا اليوم أو مشكلة في داخل العمل بسبب عمل ما قدرت تنجزه بالكامل ولكن بالمقابل بدك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكة بعمل تقارب أو تلاقي ما بينك وبين الشركاء ممكن حل معين لمشكلة معينة أو يعني ممكن أنه مصالحة ممكن اتفاق على أمر معين بدعمك ما بينك وبين شريك المال والعاطفة وخصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغوط على المسائل المالية المشتركة يعني زي بنوك ضريبة تأمين أشياء من هذا القبيل ممكن أنها تضغطك أو التزامات ومصاريف بتكون متراكمة عليك بتحاول تجدلها نوع من أنواع الحلول أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع في ضغط فعشان هيك بدك تنتبه لأنه كل الكواكب تقريبا أو الكواكب الأساسية الكبيرة موجودة في الجدي وزحل بحاول أنه يعني برجع قاعد بده يدخل على الجدي فبضغط ما هو لي البيت التاسع لا إليك فعشان هيك بسبب لك إما تأخير في بريد أو عطل في دراسة معينة ما بتركزش أثناء تقديم الامتحان أو المناقشة بسبب لك حدية بالطباع مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن إهمال بمسألة معينة ممكن تهمل بأوراق قانونية أو معاملات ممكن أنه تأخير السفر هذا يأثر عليك بشكل سلبي ممكن بتحاول أنك تسافر مش زابط الأمور معك كلها بتعمل قلق حتى على مستوى الأوراق والمعاملات القانونية بصير في قلق أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة يعني بتدعمك على مستوى السمعة بتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين بعض العلاقات أو المعارف وممكن برضو تحملك بعض المفاجآت الجيدة اللي إلها علاقة بمكان العمل إما مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف شوي في نوع من أنواع الضغط يعني بتركز ما بين بيتك 11 وبيتك 12 فعشان هيك بتحمل نوع من أنواع الخلافات ما بينك وبين صديق أو توتر علاقة أو انزعاج من صديق أو تقلب بمزاجك مع الأصدقاء أو مثلا إنك بتتهرب منهم هاي واحد اثنين بتيجي بتضغط على بيت المتاعب بتسبب لك نوع من أنواع الضغط فعشان هيك لا تهمل صحتك وراقب غذائك راحتك حاول ما تراكم الأعمال عليها عندك وبرضو بالمقابل إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول إنك تراجع طبيبك برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم إش إنك تهدئ من روعك توقف عن التفكير شوي هيك يعني هدئ تفكيرك ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم إش إنك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام ما تناقش بجفاء بل بلويونة تامة الآن زهرة اللي كان يتراجع رجع اليوم لحركته الأمامية وهو راجع إلو أيام ولكن اليوم بلش يعطيك الأثار الإيجابية على مستوى بيتك الأول فبيدعمك وبعطيك طاقة إيجابية وفي نفس اللحظة بيشحنك بقدرة على إنجاز كثير من المهام بتلاقي عندك حيوية عالية وكمان فيه شيء ملفت للنظر بيجذب الجنس الآخر لإلك إما بحواراتك نقاشاتك أو بشخصيتك أو الأمور هاي كلها ولكن المشكلة في البيت الثاني البيت الثاني اللي موجود الشمس بيعطيك إيجابية على المستوى المالي بيجيب لك فرص مالية بيدعمك على المستوى المالي وبيعزز بعض النقاط القاوية اللي بتجيب لك هدايا وهبات ومساعدات وهاي الأمور وعطارد اللي موجود اللي بتتراجع بيجيب لك سلبية فبيعمل نوع من أنواع التقلب فبيسبب لك رغبة بالمصاريف بالدفعات بخسارة الفلوس بإنفاق بإعدم التركيز الجيد على الأموال بكلها هاي الأمور بتظهر بشكل مفاجئ وسريع فبدك تنتبه لهاي النقاط حصل أرباح ولكن حاول تمسك إيدك وتمنع نفسك من صرف الفلوس أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل جيد فممكن اليوم تنشط بالحركة أو بالاتصالات أو بالحوارات بتكون مقنع عندك سرعة بديهة عالية رغبة لإنجاز كثير من المهام ولكن أحكم عصبيتك أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس يعني الأمور العاطفية نقدر نحكي روتينية يعني بتتعاملوا مع الأحبة بشكل روتيني بدون لا إيجابية ولا سلبية يعني على طبيعتكم بتتعاملوا أهم شيء أنه ما تحاولوا تفرضوا سيطرتكم على أحباكم أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة برضو ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن تنشط بعمل معين ممكن يوكلك عمل شوي مهم بتطلب منك التركيز لإنجازه أهم إشي أنك أنت تحاول أنك تنتبه لصحتك هذه نقطة أساسية أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالشراك المالية والعاطفية والتقرب ما بينك وما بين أحبائكم أو شراكاكم كالأزواج مثلا أو إنجاز بعض المهام المهمة أو الأشياء الجيدة اللي بتساعد على تخطي عقبات أو مصالحة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثامن فبقولك أنه ضاغط عليك فعشانيك إما أنك بتقلق في مسائل إلها علاقة بالالتزامات أو الفواتير أو البنوك أو الضريبة أو التأمين أو أنه بكون عندك مطالبات عليك إما لديون أو أنت بتكون مدين أشخاص ما بيسدوك أو بتكفى الأشخاص وبلفوا ظهرهم عنك وما بتجاوبوا معك أو بتفقد بعض مقتنياتك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات على مستوى رغبتك بالتواصل مع أشخاص من خارج البلاد أو تلقي اتصالات من خارج البلاد بتدعمك كلها هاي أشياء إيجابية ممكن يحدث نوع من أنواع التغيير على مسائل إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو امتحانات دراسية مثلا أو مناقشة بتكون برضو لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنقولك لا تشوه سمعتك ما تدخل بأشياء شوي عنيفة ما تخالف القوانين يعني حاول أنك ما تجازف بأي شيء بشوه سمعتك بالفترة هاي برضو ما تتأخر عن دوامك ما تدخل بنقاشات حادة مع زملائك أو رؤسائك بالعمل لأن الفترة هاي فيها نوع من أنواع الحدية أما بالنسبة لبيتك 11 برضو هاي بتحدث بعض الشروخ أو المشاكل ما بينك وبين الأصدقاء يعني بتعمل توتر في العلاقة أو قلق على مسألة معينة ممكن خلافات ممكن تستاء من بعض الأصدقاء أو تصرفاتهم ممكن يتوجه لك دعوي مثلا لحضور حفلة أو مناسبة ولكن تتذايق من الحضور أو طريقة تعبيرهم أو تفكيرهم أو ردات فعلهم اتجاهك فتتحسس من الموضوع وتكبر أنت الموضوع أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت المتاعب فممكن أنه شوي تحس حالك عندك قدرة على إنجاز كثير من المهام والأعمال أو الاهتمام كثير بصحتك أو بشكلك أو بمظهرك أو غذائك برضو رغبة للمشاريع أو الأفكار العملية أكثر برج السرطان طبعا القمر موجود في البيت الثالث فعشان هيك بالفترة هاي بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات الفترة هاي مناسبة لإجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر التنقلات وحركة التواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم مش إنك ما تكثر المطالب بالفترة هاي وتجنب اعتماد أسلوب فض ابتعد عن التحديات طبعا بالنسبة للبيت الأول إحنا حكينا إنه الشمس صارت موجودة ولكن لسه ما أعطت طاقتها بالكامل لكل موليد برج السرطان كل ما بيجي يعيد ميلاد شخص كل ما بنشحن بطاقة إيجابية أكثر ولكن المشكلة على البيت الأول اللي هو عطارد اللي بيتراجع عندك اللي دائما بيحدث مفاجآت وتقلبات في المزاج إحباطات ملل تفكيرات سودة بتظلك متوتر عصبي حديتك عالي جدا هاي كل يتمن تراجع عطارد عندك اللي بيضعف دائما من طاقتك على المستوى الشخصي وبرضو بيحدث خلافات مفاجئة ما بينك وبين الجنس الآخر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى البيت الثاني بتدعمك بشكل قوي جدا فممكن اليوم تحقق بعض المكاسب أو الأرباح اللي بتجيك من عمل إضافي ممكن بعض الهبات أو المساعدات ولكن أهم إشي أنك تقلل من الأعباء المالية والالتزامات والضغوط المالية عليك ما تروح تصرف أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع الأجواء تقريبا على مستوى العائلة فيها نوع من أنواع الضغوط ولكن تقدر تتجاوزها ممكن العامل البيت الأول هو اللي يحدث هاي التقلبات وخصوصا للأشخاص اللي في البيوت يعني الستات البيوت أو اللي ما بيشتغلوا أو متزوجين فبفرغوا طاقة البيت الأول بفرغوها في البيت فعشان هيك بتحدث لهم بعض المشاكل أو التوترات أو التقلبات أو الخلافات ما بينهم وبين أفراد العائلة أو لاهتمام يدخلوا في مشاكل الغير فتيجي على روسهم فعشان هيك بدهم يمسكوا حالهم داخل البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة يعني ممكن اليوم صر لك نوع من أنواع التلاقي أو التقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب ممكن تحل بعض المسائل الودية العاطفية أو يكون فيه نوع من أنواع المصالحة أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل برضو ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم أو يكون لك بعض الاهتمامات العملية أو ممكن تبادر في مسائل يعني لتحليل مسألة إلها علاقة بالعمل ولكن إنها بتكون متوترة شوي يعني بتكون مضغوطة كثير بالعمل أو بتجميع المعلومات أو بإنجاز المعاملة ولكن أهم إشي أنك أنت تنتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فهاي بتحدث نوع من أنواع النقاشات الحادة اللي بتيجي دائما ما بين الأزواج توترات ردات فعل سلبيات عصبية تحسس من مواقف معينة مثلا مراجعة مواضيع قديمة برجع وحطها على الساحة وبرضو في منكم ممكن تظهر بعض المشاكل القانونية أو المعاملات القانونية اليوم أو تطورات في قضية معينة شوي يستاءوا منها أو يرتبكوا منها أما بالنسبة للبيت الثامن في الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أشخاص يعني لهم علاقة في البنوك لهم ضريبة تأمين ميراث أشياء من هيك كلها هاي يعني فيها أشياء إيجابية بالنسبة للعلاق أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع ضاغط فعشان هيك إما قلق على أشخاص خارج البلاد أو توتر من أشخاص خارج البلاد أو من مؤسسات أو معلومة مثلا في مؤسسات تعليمية أو ممكن خلافك يكون مع جامعة أو أكاديمية أو أمور إليها علاقة بالمحاكم فعشان هيك بتسبب لك نوع من أنواع الضغط ومنقول لك دير بالك أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة من الحوادث وبرضو ممكن موضوع إليه علاقة بالسفر هو تأخيره أو هو اللي شوي مأثر عليك أو ضغطك بسبب معين أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمعة منقول لك دير بالك ما تخالف القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تحاول أنك تسيء لنفسك وتشوه سمعتك حاول أنك تخلي علاقتك مع معارفك طيبة وفي نفس اللحظة انتبه لوقت دوامك ما تتأخر أو تتغيب وممكن برضو يكون فيه نوع من أنواع الحدية أو الزعل أو العتب على واحد من الزملاء أو على رئيسك بالعمل حاول أنك ما تخلي الأمور تسيطر عليك بشكل كبير أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها جيدة بتدعمك فعشان هيك بتلاقي أنه الأمور ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو أمور إلها علاقة بتوازن اجتماعي بيكون بشكل جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فابتداء من اليوم بتبلش الطاقة الإيجابية تشحنك لا إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة عندك رغبة عندك نشاط ممكن تحقق بعض الإنجازات ممكن يصير لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة فيك كشخص كتجميل مثلا يشيله علاقة بالصحة تنزيل الوزن رقابة غذائية فيتامينات مكملات هاي الأمور كلها ممكن أي شيء يظهر منها بالفترة هاي لأنه بتلاقي أنه فيه تركيز شوي على أمور الصحة صارت أكثر برج الأسد تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا أكثر حذر في الإنفاق امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقش موضوع مالي أهم إش إنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذر أموالك كون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود حدد أهدافك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا جيدة يعني نفسيتك أحسن مشحون بطاقة إيجابية عندك رغبة لأشياء كثيرة إنك تحققها خلال الفترة هاي ولكن الأهم إنك أنت يعني تشحن حالك بالطاقة مش إنك أنت تستنى إنه أنت لحد يتما تصير الفروق معك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة برضو تدعمك على مستوى المالية مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث الأجواء برضو يعني تحمل نوع من أنواع السلبية إنه بس بدك انتباه أثناء تنقلاتك وبرضو والتركيز خصوصا بالسيارات ممكن برضو أنت تعصب بشكل سهل راقب هاي النقطتين بتلاقي الأمور مشت بشكل جيد فممكن تكثر عندك اللقاءات أو النقاشات اليوم أو الحوارات ممكن نتناقش موضوع معين ولكن الأهم التحذرات اللي إحنا ذكرناها في بداية التوقعات ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت يعني تقريبا بأمان أو في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تفكر في إنجاز بعض المهام أو مشتريات معينة أو إحداث تغيير على المستوى البيت أو العائلة فهذا الأمر راح يكون إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك برضو بشكل قوي فعشان هيك بتلاقي في نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين الحبيب أو ممكن يكون فيه لقاء أو تواصل أو تعاطف أو حل مشكلة معينة ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأحبة زي الأبناء مثلاً أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة بشكل كبير عشانيك منقولك دير بالك على العملك ما تقصر فيه ما تتأخر عن إنجاز أعمالك ممكن يكون العمل مربك بالفترة هاي ممكن عندك بعض المشاكل في نطاق عملك وفي أشخاص بتعاني من بعض التوترات أو التقلبات الصحية بدهم ينتبهوا بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف موضوع ما بين الشراكي روتيني يعني بتتعاملوا بينك وبين شركاء المال أو شركاء العاطفي أو ما بينك وبين الأزواج المعاملة روتينية يعني على طبيعتكم على حسب عاطفتكم مع بعض على حسب محبتكم لبعض بتتعاملوا خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغوط اللي إلها علاقة في البيت الثامن إما التزامات أو فواتير أو دفعات أو محاولة تحصيل بعض الأموال أو الديون اللي لا إلك أو ممكن حتى تغامر بأشياء مشبوهة للحصول على الأموال بالفترة هاي أهم إش أنك تحكم السلبية هاي ما تخليك تخالف القوانين بالفترة هاي ركز بشكل جيد ممكن يكون لك بعض المطالبات بديون أو بفلوس لا إلك ولكن ممكن تكون مطالباتك غير مشروعة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة يعني بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو اهتمام ببعض الأمور العلمية أو البحثية أو الدراسة أو الامتحانات مناقشات أوراق قانونية معاملات كلها هاي تقريبا بتكون فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو جيد على مستوى السمعة بدعمك بالفترة هاي فممكن تحقق بعض الإنجازات بواسطة أحد المعارف أو الأصدقاء وممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل الجيد مع زميل أو مع رئيسك بالعمل بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 فهو قوي جدا فالفترة هاي رح تدعمك العلاقات مع الأصدقاء أو نوع من أنواع التقارب أو علاقة معينة أو صديق يدعمك بشكل كبير أو يساعدك في مسألة حساسة أو ممكن يتوجه لك دعوات لحضور حفلات أو مناسبات أو لقاءات أو تواصل مع الأصدقاء بشكل كبير بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك 11-12 لهو بيت المتاعب شوي بدك تنتبههم أول إشي عندك الشمس جاي في بيت متاعبك ضغطيتك بتجيب لك عركسة بتجيب لك مشاكل بتجيب لك تعب صحي مفاجئ بتجيب لك أشياء إلها علاقة بالتوترات وخصوصا على مستوى النفس على مستوى الصدر على مستوى دقات القلب على مستوى الرئى على مستوى الأمور هاي كلها هي أكثر نقاط الضعف رح تكون عندك بالفترة هاي لأنه الأثار السلبي اللي بيعاني منها السرطان رح ينقلها لعندك اثنين التراجع طارد اللي موجود في بيت المتاعب واترك على المستوى العصبي فعشان هيك بيجيب لك مشاكل إلها علاقة بالعصاب زي توتر عصبي ضغط فقرات زي آلام الدسك عرق ينسى أسفل الظهر هاي القلون العصبي المعدة هاي كلها برضو بتكون نقاط ضعف إلك بالفترة الماضية بدك تركز عليها صحيا أما بالنسبة للعمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال بالفترة هاي أو تشعر بأنك ما عندك طاقة لإنجاز هاي الأعمال فممكن أنه هاي برضو شغلة تتعبك بدك تركز عن نقطتون هدول على أساس أنه أنت تطلع من أكبر كمية ممكنة من السلبيات برج العذراء ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم اللي اجتماعية ممكن تحسم أمورك وتقرر على جديد بتفرح لانفراج لتسوية أو لتطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك ممكن تنتهي أو تنهي مفاوضات لمصلحتك خلال فترة هاي أما بالنسبة للبيت الأول كما ذكرنا لأنه هذا القمر موجود في البيت الأول أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور على المستوى المالي شوي بتحدث نوع من أنواع البلبلة القلق على المستوى المالي أو تفكير بالتزامات أو دفعات أو أمور إلها علاقة بالفوتير أو ضغط كبير بالعمل بتحاول أنك تحصل من خلاله بعض النتائج الإيجابية اللي تدعمك يعني بتحاول أنك تحسن الوضع المالي بشكل كبير يعني بالفترة هاي في نوع من أنواع الضغط ولكن في أغلبية من موليد برج العذراء ممكن يحصلوا بعض المكاسب الجيدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والمواصلات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن أهم شيء يدير بالك من العصبية وبدك تنتبه أثناء تنقلاتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت وبيدعمك بعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن أنه تهتم بمواضيع اللي هي علاقة بالعقارات أو البيوت أو الدكورات أو التغييرات أو مسألة عائلية أو نقاش أو تقارب عائلي كلها هاي أشياء بتكون إيجابية عندك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بقول لك دير بالك هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الضغط العاطفي أو الضغط على الحضوض فلا تعتمد على الحضوض نهائيا وما تغامر وما تجازف وبرضو بتحدث بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالعلاقات العاطفية الضعيفة فممكن تنهي علاقة أو يصير خلاف ما بينك وبين الحبيب أو أحد الأحبة أو أحد الأبناء فتكون فجوة كبيرة أو تقلق على أحد الأبناء الزيادة عن اللزوم فيحدث لك هذا مشاكل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بنقول لك دير بالك هاي بتحدث بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالأمور اللي إلها علاقة مع الشريك أو بتتعلق بالشريك شريك المال أو العاطفة أو ما بينك وبين الأزواج تحديدا بتحدث بعض المشاكل تطورات بتكون خصوصا للأشخاص اللي بكونوا رفعين قضايا طلاق بالفترة هاي بتتطور الأمور بشكل سلبي عليك أنت تحديدا لأنه بسبب عصبيتك أو إهمالك وممكن تصل لعلاقة زواج ما بين العذراء وأي برج آخر إذا كان فيه خلافات ما بينهم تصل لمراحل الإنفصال أو الطلاق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالأمور المالية أو بنوك أو ضريبة أو تأمين أهم إشي أنك ما تخالف القوانين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور دراسة بحث فلسفة دين نقاشات كلها هاي بتيجي لصالحك صحيح ما عندك رغبة بالاتصالات الخارجية ولكن لازم أنه إحنا نذكرها أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر تقريبا نقدر نحكي أنه جيد يعني بدأ شوي يعطيك شوي الدعم بعلاقاتك أو معارفك ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي إلها علاقة بمكان عملك أو بتعاون مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن برضو تتعرف على أشخاص جدد أو تدخل بمعرفة جديدة بتقوي علاقاتك ومعارفك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهنا بدك تنتبه الفترة هاي ضاغط على مستوى بيت الأصدقاء ممكن تسبب بعض الفروق أو بعض المشاكل أو بعض الخلافات وممكن تنهي علاقتك مع بعض الأصدقاء بسبب تقاعصهم أو بسبب سوء معين أهم شيء أنه ما تكون أنت طرف أنك أنت تسيء فتخسر أصدقائك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها شيئا ما إيجابية بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال ممكن تهتم ببعض الشؤون اللي لها علاقة بمراقبة الصحة أو أدوية أو شراء أدوية أو مراجعة طبيب لسبب ما أو ضغوطات ما فممكن أنها تكون شوي تحدث بعض التغييرات أو المساعدات بالنسبة لأي لك بالفترة هاي برج الميزان يوم آخر بيتطلب منكم يعني الانتباه أكثر أو بشكل أكبر على صحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ممكن تعيش في دوامة من الكآبة أو الإحباط بالفترة هاي هاي فترة فترة إرهاق وتقاعص ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتظة أو ابحث عن الهدوء والسكينة طبعا السبب أن القمر موجود في بيت المتاعب فبيضغطك بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الإيجابية عندك يعني فيه تناقض بصير في الموضوع فعشان هيك بتشعر ببعض الطاقة الإيجابية يعني بتقدر من خلالها أنك تسيطر على السلبيات أهم إشي أنك أنت تنتبه للأمور الصحية وبرضو يعني تنتبه أنه ما تبالغ كثير بالحركة وإنجاز الأعمال وأساسا الفترة هاي فيها نوع من أنواع الضغط فبدك تنتبه لهذه النقاط أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة ممكن تحصل بعض الأموال أو بعض الأمور المالية أو ممكن تنجز بعض المهام المالية خلال هذا اليوم ولكن بالأهم من هذا بيكون عندك اللي هي تصاعد النفقات في الفترة هاي يعني ممكن تجيك فلوس أو يجيك مبلغ ولكن عندك التزامات كثيرة أو أنت تبذر المصاريف هاي أو الفلوس باتجاه غلط أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو جيدة يعني تدعمك على مستوى الحوارات والنقاشات والاتصالات والتنقلات وعندك سرعة بديها جيدة بتقدر تتواصل مع محيطك بشكل جيد ممكن تخرج بنزهة أو تغيير جو أو تحاول أنك تختلط بشكل مباشر بالمحيط تبعك ولكن بدون ما ترهق حالك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت فيها نوع من أنواع الضغط يعني بسبب نوع من أنواع التوتر أو التقلب أو الحدية أو العصبية أو قلق على أحد أفراد العائلة أو ممكن مسألة إلها علاقة بترتيبات تصليحات اهتمامات التزامات عائلية كلها هاي شوي بيكون فيها نوع من أنواع الضغط أو قلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال فترة هاي فممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو تلاقي على مسألة معينة أو تحمل لك نوع من أنواع المصالحة والتقارب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضغطة فعشان هيك من يقول لك بدك تراقب صحتك وبرضو ما ترهق حالك بالأعمال ممكن تصير كثير عندك الأعمال أو الالتزامات خلال هذا اليوم فما تقدر تنجزها بالكامل ممكن يكلك عمل فيكون مرهق كثير وممكن ما يكون عندك رغبة للعمل أساسا وبرضو على مستوى الصحة شوي هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة أو ما بين الأزواج ممكن إنجاز بعض المهام بشكل قوي جدا أو مصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة بتحمل لك بعض الأشياء الإيجابية ممكن تحصل الديون أو أموال كنت انتمدائينها لأشخاص كانت معدومة أو صعب إنك تحصلها الفترة هي بتبلش تحصل فيها أو بتنفتح لك المجالات الجيدة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في أمور العلاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين برضو بتكون لصالحك أهم إشي إنك أنت تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء من اليوم بتبلش إيجابية على مستوى الرغبة إما بالسفر أو الاتصالات أو الحوارات أو على مستوى الامتحانات على مستوى الدراسة على مستوى التواصل مع أشخاص في مؤسسات تعليمية كلها هاي بتدعمك بشكل قوي وبتكون لصالحك بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بقول لك دير بالك البيت العاشر بيت السمعة موجود أول إشي عندك الشمس وموجود عندك عطارد بيتراجع فبيأثر على السمعة فبقول لك دير بالك ما تخالف القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تجازف بسمعتك ما تحاول إنك تشوه سمعتك بالفترة هاي ما تتأخر عن دوامك ما تدخل بخلافات ما بينك وبينز وملائك ورؤسائك بالعمل ممكن تحس بالظلم أو بالعبة بالفترة هاي كل ما صبرت أكثر كل ما نلت أكثر أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فهو حافل بالعلاقات والاتصالات واللقاءات فممكن تحملك الفترة هاي عدة لقاءات أو تقارب مع أصدقائك أو تعاطف منهم أو يساعدوك في مسألة أو تساعدهم في مسألة ولكن في تعاون كامل ما بينك وبين الأصدقاء وممكن تحملك أكثر من اللقاء أو أكثر من مناسبة بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة الصديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منك خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة تتاح لك الفرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو بالفترة هاي أهميش أنك تظهر نوع من أنواع الانفتاح والاهتمام أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى النفسي بتلاقي حالك مشحونة بطاقة إيجابية عندك رغبة بالتحرك أو التنقل أو إنجاز بعض المهام بشكل كبير ممكن برضو بعضكم يكون ملفت زيادة عن اللزوم للجنس الآخر أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى المال ممكن أنك تحصل بعض المكاسب المالية بتيجي من عمل إضافي أو نوع من النوع الهبات أو المساعدات ولكن بتكثر المطالبات والالتزامات والدفعات بالفترة هاي وبرضو ممكن أنت تميل للبذخ أو للصرف أما بالنسبة للبيت الثالث فبدك تنتبه أثناء تنقلاتك حواراتك نقاشاتك عصبي زيادة عندك حدية بتطلع فجأة برضو عندك تشتت ذهني ما بتقدر تركز أثناء النقاشات ممكن برضو يعني أحذرك برضو أثناء تنقلاتك بالسيارة أثناء تنقلاتك خوفا من الحوادث أو حركتك أثناء دير بالك من الإصابات ممكن يكون لك اهتمامات في أمور الحلاقة بالسيارة أو بالتليفون أو بأحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا روتينية يعني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى البيت الرابع يعني بتتعامل على طبيعتك بالنسبة للوضع العائلي كمناسبات أو ترميم أو تصليحات أو مشتريات كلها روتينية أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بدك تحذر أثناء تعاملك مع الحبيب هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع السلبية أو الحدية بالطباع بتحدث نوع من أنواع التوتر أو التقلب أو الخوف أو القلق على أحد الأبناء أو أحد الأحبة حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تحدث أي خلافات بالفترة القادمة يعني تكبر أو تحدث خلاف كبير ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو على مستوى العمل ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال فترة هاي أو يكون العمل مرهق أو يكون مسؤوليات كثيرة على كاهلك وبرضو بالمقابل بدك تنتبه من على شؤونك الصحية أو تراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء على مستوى الشراكة المالية والعاطفية شوي خصوصا ما بين الأزواج نقدر نحكي أنها جيد يعني ما فيها المشاكل الكبيرة ولكن بتحدث بعض الردات الفعل السلبية أو العصبية أو التحسس من تصرف الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو يعني بضغطك على مستوى المال ولكن من الفترة القادمة من اليوم وصاعدا بتفتح لك مجالات على مستوى الأمور المالية اللي ممكن تيجي هاي من عادة أموال مشتركة أو أموال ما بتعود لك فإما أنك أنت بتحصل على أموال بتكون مداينها أو قروض أو اهتمامات ببعض القضايا زي الضريبة والتأمين وزي الأمور اللي إلها علاقة بالتعويضات برضو في أشخاص يعني ممكن يستغلوها بشكل سلبي أنه بما أنهم فتحت على الباب الثامن اللي هم النصابين بمعنى آخر بكثروا في الفترة هاي من مواليد برج العقرب اللي من مواليد برج العقرب عشان ما يقولوش العقرب آه إحنا مش نصابين لا في من مواليد برج العقرب نصابين الفترة هاي ممكن أنه تزيد رغبتهم وحضوظهم بالتحصيل المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو بتدعمك بشكل قوي فممكن يكون لك بعض الاتصالات ولكن بدك تنتبه أنه هذا ببيتك التاسع عندك الشمس بعطيك حضوظ وعندك عطارد بعطيك أشياء سلبية فعشان هيك تنتبه أثناء تنقلاتك أثناء قيادتك على الطرقات أثناء تعاملك مناقشتك ممكن يكون عندك امتحانات بدك تركز بشكل جيد عندك رسالة معينة بدك تقدمها بدك تركز بشكل جيد لأن عطارد رح يسبب لك فوضى على مستوى البيت التاسع حتى ممكن يزيد قلقك على موضوع العلاقة بالسفر أو أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور القضايا وأوراق قانونية ولكن على السفر أكثر شيء أو على أشخاص خارج البلاد أو أجانب عنك أو شركات كبيرة أجنبية ممكن هاي كلها يكون فيها بعض الارتباكات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة بتدعمك فممكن اليوم تعزز سمعتك ممكن يصير بعض الأمور اللي تقوي بدفاعك عن سمعتك وترفع من مكانتك الاجتماعية ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالفترة هاي ممكن تحقق بعض الإنجازات اللي كان صعب أنك تحققها بالفترة الماضية بمساعدة زميل أو تقارب ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل أو يعني يصير فيه نوع من أنواع المديح أو الإطراء أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء مستوى الصداقة تقريبا جيدة برضو ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التلاقي أو دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو ترغب في تغيير الجو أو الاختلاط بالمجتمع أكثر أو ممكن تطلب المساعدة من صديق أو معرفة بالفترة هاي فيدعمك بشكل كبير أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية فيعني إنجازك لبعض الأعمال أو بعض الأمور بتكون بشكل جيد وبتكون لصالحك وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو ترتيبات صحية أو إنجاز بعض الأمور المهمة برج القوس يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه أهم شيء إنك تحافظ على إنجازاتك القائمة تتلقى عرض أو بتجد نفسك في موقع مهم أهم إيش إنك تكون عند حسن الظن جنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر من الحوادث أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء على المستوى النفسي تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية رغم إنه في بعض الضغوطات بتقلب مزاجك التفكير الأسود بتفكرش بالبياض نهائيا بتحاول إنك أنت بس يعني سلبية بمعنى آخر حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تتجاوز هاي السلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا بدك تنتبه شوي لأنه الأمور إلا علاقة في الأمور المالية فهي المربكيتك بالفترة هاي أو بتعمل نوع من أنواع تقلب عندك أو ضغوطات أو التزمات أو مصاريف أو قلق على الوضع المالي يعني كلها هاي بتصير بالفترة هاي ولكن أهم إشي إنك أنت تدعم حالك بطاقة إيجابية اللي تحصل بعض الأموال وممكن إنه أنت ترتب أوضاعك المالي بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو بتساعدك على مستوى الحوارات والنقاشات والاتصالات والتنقلات ولكن الأهم من هيك إنك تنتبه أثناء القيادة وتنتبه من عصبيتك وردات فعلك لأنها شوي رح تكون عنيفة أما بالنسبة للبيت الرابع فهون بدك تنتبه على مستوى البيت المشكلة هنا في البيت فممكن تحدث بعض الفروقات أو الخلافات أو النقاشات الحادة ما بينك وبين أحد أفراد العائلة فممكن هي تسبب خلاف كبير أو نقاش حاد جدا فحاول تمسك أعصابك قدر الإمكان وما تفاقم الأمور لا حد إنه ما تقدر تسيطر على الأمور بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فهاي بتعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين أحد الأحبة أو ما بينك وبين الحبيب يعني أحد الأبناء أو الحبيب الحبيب أهم شيء إنك ما تتحسس من المواقف وما تفاقم الأمور أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضغطة شيئا ما فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وممكن إنك تتكسى أو تكسل عن إنجاز بعض الأعمال ولكن الأغلب هم رح ينجزوا أعمالهم ولكن بدكوا تنتبهوا لصحتكم وما تتوسوسوا من أي آثار ممكن تصير أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى بيت الشراكة أو تقارب ما بينك وبين الشريك بالعكس بتعزز علاقات الشراكة ممكن نصير مصالحة أو تلاقي أو إنهاء مشكلة قديمة أو حلة مشكلة ممكن بينك وبين شريكك أو تبدأ بشراكة جديدة شراكة عمل أو تفكر في أمور إلها علاقة بالزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فهو أنا بقولك بدك تنتبه لأنه هذا ضغط على الأموال اللي ما بتعود لك فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع تطور مسألة إلى علاقة بالضريبة بالتأمين بمستردات مالية أموال لمستشفى ممكن مصاريف الزيادة التزامات ممكن أموال تكفى الأشخاص وما ينفذوا هذا الأمور ممكن تتعاطف تصرف أنت فلوس عليهم وتروح لفلوس هاي عليك كلها هاي متوقعة بالفترة هاي ممكن تضيع حتى تفقد محفظتك أو أوراقك أو أموالك بالفترة هاي ده كدير بالك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات خصوصا الاتصالات البعيدة ممكن تفتح لك بعض المجالات اللي إلها علاقة بتواصل مع مجتمع مختلف أو ثقافي أو دراسة للغة معينة يعني بتنجز بعض الأشياء الجيدة اللي بتدعمك بشكل قوي وبتعزز بعض النقاط الإيجابية ممكن تدعمك على مستوى أوراق سفر أو معاملات وتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 علاقاتك مع أصدقاءك روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على حسب طبيعتك بالنسبة لبيت المتاعب برضو جيد بيدعمك وممكن أنك تنجز بعض الأعمال اليوم وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو التجميلية فدك تنتبه على النقطتين هدول التجميلي إذا عمليات بقولك حاول أنك تبعد عنها الفترة مش مناسبة برج الجدي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتفرح لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوى أو بتقوم بخطوة مباركة تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة يعني في بعض التقلبات أو الكآبة أو بتفكر بطريقة سلبية أو محبط من مسألة معينة ولكن لو فكرت بإيجابية بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء المستوى المالي تقريبا إيجابية ممكن تحصل بعض الأموال أو تيجيك فرص لبعض المال خلال هذا اليوم ولكن المشكلة أنه بتكثر المصاريف والفوتير والالتزامات والدفعات بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فشوي يعني بتشحنك بالعصبية والحدية والتوتر ممكن تحدث بعض النقاشات الحادة أو التوتر العصبي عندك تنتبه أثناء القيادة أثناء تنقلاتك ممكن شوي تشعر بنوع من أنواع الإيرباك بالفترة هاي ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى البيت فممكن تعمل بعض المصالحات أو التقارب العائلي أو يعني مصالحة معينة أو تراجع عن قرار سابق ولكن الأهم من هيك أنه برضو بتحمل نوع من أنواع العصبية والحدية فممكن في لحظة تظهر مشكلة أو خلاف عائلي بشكل مفاجئ لأنه أول إشي يعني المريخ بين بيتك الثالث وبيتك الرابع وبحدث المشاكل على هدول البيتين فبدك تنتبه على المسألتين هدول أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة عندك تعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي فممكن تحل بعض المشاكل اليوم أو تتقارب أنت والحبيب أو صير فيه نوع من أنواع الود أو حل بعض المسائل ممكن تحمل برضو قلق على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا صارت إيجابية على مستوى العمل وبرضو فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الصحة فممكن الفترة هاي تسمع خبر إيجابي بالنسبة لصحتك وممكن يكون لك اهتمامات على مجال عمل أو قبول لعمل أو تغيير عمل يعني اهتمامات في مكان العمل أو تتطور في مكان عملك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بدك تنتبه على المستوى الشراكي المالية والعاطفية وهنا بدك تنتبه لأنها حادة جدا أول إشي عندك الشمس بعطيك حظ وبسحب من طاقتك وفي نفس اللحظة عطارد بعمل تقلبات في نفس المكان فهنا ممكن تصير أي خلافات أو حدية بالطباع بشكل عالي جدا ممكن توصلوا لمرحلة يعني لمشكلة هيك فجأة بتظهر توصل لمراحل الخلاف الكبير ما بين الأزواج أو ما بين شركاء المال بدك تنتبه لهاي الأمور بشكل جيد وفي نفس اللحظة بتحدث بعض التطورات على مستوى الأمور القانونية لازم تكون مركز ومفتح مخك عشان ما تخلي لا شاردة ولا وردة إلا أنت تدقق فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض الأموال أو المكاسب أو أمور العلاقة بالضريبة أو التأمين وبتكون لصالحك وبتدعمك بشكل قوي فممكن تحقق إنجازات ما كنت تتوقعها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد ولكن ممكن تستاء من تصرف أحد الأشخاص اللي بتعرفهم خارج البلاد أو يجيك خبر شوي يكون سلبي أهم إشي أنه تركز بكل الأمور وخصوصا المعاملات زي الإقامة، هجرة، أوراق قانونية متطلبات قانونية كلها بدك تكون مستعد لها وجهز لها بشكل كبير طبعا صحيح أنه القمر ذكرنا أنه موجود في البيت التاسع في أول التوقعات ولكن حبيت أزيد هاي المعلومات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تدعمك في بعض المسائل وممكن تعمل لك نوع من أنواع يعني تعزيز ثقتك بنفسك أو يعني تدافع عن سمعتك بشراسة وممكن برضو يكون لك نوع من أنواع التعامل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن إنجاز أشياء كان صعب تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد بيدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقائك وبيحملك نوع من أنواع التقارب أو اللقاءات أو الدعوات اللي بتقارب ما بينكم وبتكون لصالحك بالفترة هاي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة يعني ممكن شوي هيك تشعر ببعض الإرباك ولكن ما في أي شيء بخوف تقدر تنجز أعمالك بشكل جيد تقدر تهتم بصحتك بشكل جيد أهميش إنك تهتم بغذاءك وراحتك بشكل أكبر برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة أطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار بتنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهمش إنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى النفسي اليوم يعني بتشعر بنوع من أنواع الثقة أو فيه نوع من أنواع طاقة الإيجابية موجودة حواليك بتشحنك بطاقة قوية حاول إنك تستغلها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء شوي متقلبة على المستوى المالي أو ما زالت الأمور المالية ضغطة عليك إما بالمصاريف أو الدفعات أو إرباكات مالية أو يعني أشياء لها علاقة بالوضع المالي شوي مربكة بالفترة هاي دير بالك بس إنك أنت تتهور أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو يعني بتعمل لك نوع من أنواع العصبية أو الحدية فعثنا ترقلاتك أو نقاشاتك أو حواراتك بدك تحاول تركز ما تندفع ما تتهور ما تعصب هاي أشياء مسلمات لازم تنتبه لها خلال هاي الفترة ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء بتدعمك على مستوى البيت في نوع من أنواع الاهتمام بأمور إلها علاقة بالعقارات أو إلها علاقة بالبيت أو ترميمات مشتريات التزامات تقارب عائلي أي إشي من هاي الأمور كلها تقريبا بتيجي لمصلحتك بالفترة هاي إن أحسنت التصرف وقدرت أنك أنت تتقارب ما بينك وبين العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس الآن ابتداء من اليوم اخلصنا من الضغط العاطفي اللي كان موجود عندك من المفروض اليوم تبدأ مرحلة جديدة إلها علاقة بالمصالحات أو التقارب العاطفي أو أمور إلها علاقة بحبيب أو علاقة جديدة أو حب جديد أو تواصل إيجابي بيصير ما بينك وبين أحد الأحبة أو أحد الأبناء فبيرضو بعطيك دفعة كبيرة إلها علاقة بالحضوظ أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بقول لك بدك تنتبه هذا مكان العمل ومكان العاطفي الشمس موجودة أو الإشي ماشي بتعطيك بعض الإيجابية على فرص العمل ولكن عطارت بعمل تقلبات على مستوى العمل ممكن يحدث لك بعض المشاكل أو القلق أو الخوف أو ما تقدر تنجز بعض الأعمال أو يتراكم عندك العمل أو ممكن تتعرض لهزة في مكان عملك شوي تطلب منك الذكاء والحكمة والصبر لتجاوزها وبرضو بدك تنتبه للأمور الصحية بشكل أكبر لأنه صحتك شوي مش يعني ولابد بالفترة هاي فبدها نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة بتدعمك على علاقتك بالشريك أو التقارب ما بينك وبين الشريك بتحمل بعض الإيجابيات بشكل كبير ممكن أنك أنت مصالحة أو تقارب أو تعاطف ما بينك وبين الشريك لبعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا على مستوى الأموال المشتركة شوي فيها نوع من أنواع الإرباك ولكن سهل جدا إذا أحكمت أو أحسنت التصرف أنك أنت تخليها لمصلحتك أهم شيء أنك ما تدائن حد ما تكفل حد حافظ على فلوسك من الضياع والسرقة وقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق إقامة إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بالأمور هاي كلها تقريبا بتكون إيجابية ولكن إن كان عندك قضية قضائية الفترة هاي بدك تنتبه إنه خلي أوراقك كاملة عشان ما يصير الأمر سلبي عليك أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد جدا بيدعمك فتعزز أو بتدافع عن سمعتك بشكل جيد وبرضو بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل اللي من خلالها ممكن أنك تحقق بعض الإنجازات أو يجيك فرص عمل من خلال مؤسسات كبيرة أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء جيد اليوم فبيحملك نوع من أنواع التقارب أو المصالحة أو لقاء أو دعوة أو اجتماع ما بينك وبين الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة بدك تدير بالك يعني لا تهمل صحتك ما تخلي أعمالك تتراكم ما تتهور ما تغامر ورتب أمورك بشكل جيد وانتبه لغذائك وراحتك برج الحوت طبعا عن المستوى النفسي شوي أنت متقلب شوي مضغوط شوي عصبي شوي متوسوس شوي قلقان شوي مبسوط شوي حابب تغير ولكن بالإجمال في طاقة مش جيدة موجودة عندك وهاي الطاقة مؤثرة عليك بشكل كبير فعشان هيك بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتحاول تطلع من هاي الضغوط أما بالنسبة للبيت الثاني برضو الأجواء على المستوى المالي متقلبة فعندك كثير من الدفعات والالتزمات أو المشتريات أو التزمت بأمور شوي ممكن تكون مربكة بالفترة هاي أهم إشي أنك تحاول تقلل من مصاريفك وتضبط ميزانيتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات بتنشط بأمور العلاقة بالخروجة أو بالنزهة أو أشياء من هذا فسحة مثلا حابب تغير جو كلها بتدعمك بشكل جيد حتى على مستوى نقاشاتك ولقاءاتك ولكن أهم إشي أنه ما تعصب أما بالنسبة للبيت الرابع فبدأت الأمور تصير بالاتجاه الصحيح على مستوى البيت فهاي بتعزز الأمور البيتية أو العقارية أو ممكن تفكر في بيت جديد أو عقارات أو نتنقل على بيت جديد أو إذا نفكر في الموضوع الفترة هاي إيجابية برضو بتعمل نوع من أنواع التقارب والمصالحة ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تجلب لك خبر سار يدخل على البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فهو له علاقة أول شي حكينا الشمس بتعطيك إيجابية عالية جدا بتعطيك حضوض عالية جدا بتعطيك أمور للعاطفة عالية جدا ولكن عطارت بعمل تقلبات في نفس اللي إحنا ذكرناها فعشان هيك بيأثر بالقلق أو بطريقة التواصل ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أو قلق عليه أو توتر أو شغلات إلها علاقة بالأمور هاي خلي الأمور تمشي بالشكل الطبيعي بتلاقيها يعني حققت نتائج جيد أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالفترة هاي وممكن تحقق بعض الأمور اللي إلها علاقة يعني بأمور إلها علاقة بالصحة أو إلها علاقة بإنجاز أعمال مهمة أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة فممكن تحقق بعض المكاسب أو تحصل بعض الديون اللي إلك على الناس وممكن تهتم ببعض الحسابات أو معالج إلى مسألة مالية بتكون لصالحك أهم شيء أنك أنت يتركز بالفترة هاي بشكل جيد على أساس أنه تنجز بعض المهام ممكن تفكر بقرض أو مساعدة برضو إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فبساعدك على مستوى الاتصالات البعيدة التواصل مع أشخاص خارج البلاد اهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أمور إلها علاقة بالامتحانات إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية كلها هاي بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا بقول لك أنه الأوضاع جيدة وبتقدر تدافع عن سمعتك وتعزز ثقتك بنفسك وممكن يكون لك بعض المكاسب اللي إلها علاقة بالعمل ممكن من خلال زميل أو رئيسك بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو يعني شوي فيه نوع من أنواع الضغط ممكن من صديق أو من علاقة أو توتر ما بينك وبين أصحاب بخلاف سوء فهم حساسية من موقف معين يعني ما تفاقم الأمور وما تخليها توصل لمرتبة القطيعة أما بالنسبة لبيت المتاعف فالأمور جيدة بتدعمك فممكن تنجز أعمالك اليوم بشكل جيد وممكن يكون لك بعض التقارب مع بعض الأشخاص أو ممكن زيارة مريض أو اهتمام بصحتك أكثر يعني أو غذاءك أو راحتك تقريباً هاي الأمور كل ما اهتمت فيها أكثر كل ما كانت لمصلحتك هي إيجابية وبتدعمك على مستوى هاي الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء